بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين حبايبي لقائنا اليوم في قاعدة من الوحدة الخامسة نحن الآن في الوحدة الخامسة والوحدة الخامسة بتعرف وتضمن نص وتضمن قاعدة ودرس في البلاغة درسنا اليوم قاعدة الوحدة الخامسة هذه القاعدة بعنوان أنواع ما ما في اللغة العربية من العنوان يبين أنه لها أنواع يعني لما أقول ما ليست ما كلمة ثابتة في كل الجمال حسب الجملة حسب معنى الجملة بتغير نوعها الآن بداية نتفاهم على أنه ما مراتي بتيجي حرف مراتي بتيجي اسم أها ممكن طالب يسأل يقول لي لي شو الفرق سادي الحرف اللغة العربية نقول نوعه بس يعني لما بقول حرف بقول حرف كذا مبني لا محل لهم لعرابه خلاص هو بس نوعه اللي بهمني أما هو ما له محل من العراب يعني لا جاء مبتدى ولا جاء فاعل ولا مفعول به ما له موقع عرابي هو حرف فقط يؤدي معنى لكن الاسم بنحكي نوعه وبنقول هو اسم كذا فيه محل أو كذا عرابه يعني فيه له عراب يعني ممكن يجي فاعل ممكن يجي مفعول به ممكن يجي مبتدى ممكن يجي خبر حسب موقعه في الإعراب إذن الما نوعين مرة تيجي اسم مرة تيجي حرف من هذه النقطة بدنا ننطلق أنا بياكم طبعا خليني أحكي شغلة ما أحسن هاي الثلاث جمل أنا فخور جدا إني من سنتين مش السنة هاي من سنتين قبل حتى ما يفكر في هذا المنهاج كله هذه الثلاث جمل أنا شارحها على شكل ريل بنزده كل سنة مرة تخيلوا يعني من سنتين بنزله قبل المنهاج حتى وأشكر اللي يعني اللي اهتم بهذه المعلومة من التأليف لأنه أتوقع أنه يعني كانت كان ريل انتشر وجاب مئات ألاف المشاهدات وكان له وقع منتاز على صفحة الفيس وعلى انستجرام وأخذ هذه الثلاث جمل أخذت ووضعت في الكتاب كمعلومة مميزة أنا أصلا بشرحها على شكل ريل للناس لأنها معلومة مميزة توقع اللي برجع على صفحتي وعلى الانستجرام أو صفحة الفيس بيشوف هذا الريل السنة الماضية مشروح واللي قبلها يعني حتى مش لطلاب هذا الكتاب لما جابوا درسة نوع ما يبدو أن هذه المعلومة كانت لافتة وعجبت يعني واضعي المنهاج فوضعوها بالجمل هي نفسها نفس الجمل ما أحسن زيدا وما أحسن زيدا وما أحسن زيدا يعني حتى الاسم نفسه مش محمد لا لا زيدا نفس الثلاث جمل وإذا بدكم يعني دخلوا على صفحتي على الانستجرام بتشوفوا هذا الريل قلت لكم مشروح السنة الماضية يعني لطلاب الجيل اللي فات واللي قبلوا ونبدأ درسنا ما راح أبدأ فيهم أنا ليه؟ لأنه بعد ما نخلص الدرس برجع عليهم بتكون الأمور تطضحت إن شاء الله بنسبة لكم شوفوا أنا شو عملت جبت الجملة طلعت منها مفتاح للحل عشان نوصل لنوع ما الآن هون ما في هذا الجدول أو في هذول الستة هي حرف إحنا راح نهتم فقط بإيه؟ بنوعها تفقنا؟ فقط بالنوع إذا ما أتقنت عملك أحببته أها سادي إذا شفت وإذا يعني أنت هيك لاحظت وجود الأقلام مش معاييرهم أنا لسه؟ طيب مالش يلا منعاييرهم ما ضعب يلا إذا ما أتقنت عملك أحببته ساد هاي فعليا لو طلعت عليها الجملة لو استغنيت عن ما راح تعطيك المعنى الأصلي للجملة إنه إذا أتقنت عملك أحببته طيب وشو جاي ما تساوي؟ بقول لك اللغة العرب كانوا إذا بدهم يأكدوا معلومة بزيدوا حرف فهنا وضعت الماء كي تؤكد إنه إذا ما أتقنت عملك أحببتها هي جملة مؤكدة يعني هون الماء جاءت تؤكد فأستاذي هون بيقول لك شو نوعها؟ زائدة زائدة أي حذفها لا يؤثر على تركيب الجملة ما بنقصش عندي لكن هي شو جاي تعمل؟ تؤكد فإحنا بنسميها زائدة وفي بعض الكتب تسمى زائدة للتوكيد تمام؟ زائدة للتوكيد كيف نفتاح الحل؟ إذا وبعدها شو في ما؟ في شعر أبو الطيب نتنبي بيقول إذا ما الناس جربهم لبيب فإني قد أكلتهم وذاقة إذا ما الناس وجربهم لبيب معناها الجملة هاي إذا الناس وجربهم لبيب مش هيكة؟ معناها نتفق عن نقطة إذا شفت بعد إذا ما جرب احذفها راح تلاقي الجملة جملة طبيعية شرطية وما فيش فيها أي خلل معناها هذه الماء زائدة هي إيش؟ شو جاي تنزق؟ شو زائدة قاعدة بتساوي؟ للتوكيد تمام؟ زائدة للتوكيد هم مش ذاكري في الكتاب أنها زائدة للتوكيد لكن أنا بقولكم إياها هذه تزاد للتوكيد زائدة لتوكيد المعنى تمام خلينا شوف أسأل مفتاح حل جديد إذا وجدتم إنما مش بوك هيك طلع كيف الماء متصل بإن كأنما مع كأن ربما مع قلة إذا شفت الماء بهذه الأشكال الأربعة فبدك تقول لي إنه نوع ما هون كافة أستاذي كافة يعني جي قاعدة بتلغي كافة كفه عن الشيء يعني منعه ألغاه إذن هي قاعدة بتمنع هون بتمنع شو؟ بتمنع إنه عن التأثير في الجملة تعرفوا إنه هي حرف توكيد ونصب وبيجي بعده اسم منصوب اسم إنه منصوب وخبر إنه منفوع بتيجي الماء بتلغي هذا الحكي خلص بتقول لي إنه أنت بس شكل ممنوع تشتغلي ممنوع تأثري في الجملة فسموا الماء هون كافة لأنها منعت إنه عن العمل وتمنع كأنه وربها هرجر تمنعه قل فعل خيلوا إنها بتمنعه إنه ياخذ فاعل فإنما الحياة الدنيا لهون ولعب قل ما مثلا ينجح الكسول هيك تيجي قل ما ينجح الكسول مجرد إني أشوف الماء بعد مع إنه خلينا نشوف إنه الماء جاي متصلة بإنه متصلة لازم تكون متصلة ديروا بالكم لازم تكون متصلة إنما ماشي اللي إنها تكون شو مع ما إنما الحياة الدنيا لهون ولعب خلص هاي إنها هاي الماء اسمها كافة قلة ما الماء مع قلة هاي اسمها كافة تفقنا على الاسم شو اسمها كافة شو يعني كافة يعني تلغي شيء فيها كل واحدة منهم تلغي إنها عن شغلها تخليها فقط شكل تصير إنما هيك بدون أثر على الجملة وكأن نفس الشيء وربا ما بيطور تحرف جر وقلة بتمنعها عن إنها تأخذ فاعل تمام انتوا احفظوا لي المعلومة الخلاصة شو هي الماء في هذه الحالات الأربعة شو نوعها كافة تفقنا تفقنا لن أنساك ما عشت ما حييت لن أنساك ما حييت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية إيش يعني؟ يعني طوال حياتي مدة حياتي لن أنساك ما عشت يعني لن أنساك مدة عيشي طوال ما أنا عايش هذه الماء اللي بمعنى طوال أو مدة اللي بيحكي عنه وطبعا هي ماء بعدها فعل وهذا الاثنين مع معض بمعنى طوال أو مدة تسمى مصدرية ظرفية زمانية شفتوا شو اسمها؟ مصدرية ظرفية تدل على الزمان أو زمانية مصدرية ظرفية هذا الأساس كلمة زمانية لأنها بتدل على مدة زي ما قلت لكم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية يعني طوال حياتي تمام؟ سأذكرك ما عشت شو يعني ما عشت؟ يعني طوال ما أنا عايش هاي شو اسمها؟ مصدرية ظرفية زمانية تمام؟ طيب في واحدة تانية شبيهتها ما وبيتج بعدها فعل يمكن وضع المصدر الصريح مكانها يعني بتشيل الماء مع الفعل وبتحط المصدر الصريح كيف؟ شوفوا كيف قال تعالى وآمنوا كما آمن الناس طلع؟ هاي ما آمن شيل ليها حط لي محلها المصدر الصريح طبعا هي آية احنا مش من غير في الآية لكن أنا اعتبرتها جملة عادية ما آمن هي عملية الإيمان اعتبروها إيمان شوف كيف تصير الجملة آمنوا كإيمان الناس لاحظين شو حطينا مكان ها هي مصدر صريح هذا مصدر صريح آمنوا كإيمان الناس مش هيك معناها آمنوا كما آمن الناس يعني آمنوا كإيمان الناس تمام؟ جميل لا هذا الماء في هيك شكل إذا قدرت هي والفعل أحط مكانهم مصدر صريح نضع مكانهم مصدر صريح فأنا أمام ما نوعها مصدرية غير زمانية مصدرية نعم لكنها غير زمانية هاي ظرفية زمانية لأنها بمعنى المدة هذه ما فيها المدة لكن نستطيع وضع المصدر الصريح مكانها تمام؟ هون إحنا وضعنا مكانها بس إيش وضعنا؟ ظرف لما قلت لن أنساك مدة عيشي هذا ظرف صح؟ ظرف عشان يكسموها مصدرية ظرفية زمانية هذا ظرف ظرف زمان عرفتوا ليش؟ سميناها مصدرية ظرفية زمانية هاي؟ مصدرية لكنها غير زمانية الدقة مطلوبة أنا معكم العنوان دقيق مش صعب لأنه كل وحدة أنا بعطيك قاعد مفتاح حل مفتاح الحل كثير مهم فيعني ما بدي شكواني وتقول يا أستاذ والدرس وصعب ومش عارف يعني خلاص آخر وحدة هاي هل سبدا كنت تستشهد؟ لا بس تختم للفصل الأول وإن شاء الله فاجئكم بمفاجأة نهاية الفصل الأول ساعتها رح تقول يا سلام الحمد لله هيك إحنا إن شاء الله سنتمكن لو في عنا مشكلة هيك يا أستاذ خلاص ختملنا إياها الطريقة يعني ختام المادة رح يكون المفاجأة هاليومين يعني إحنا أنا إذا بكون أشرح هاي الحصة اعرف إنه المفاجأة المنتظرة للجيل 2008 هي خلال يومين شو هي؟ بس تنزل بتعرف يا أستاذ ليش تحب تسأل كثير؟ أنا قيل لك مفاجأة يعني شو استقفدت ده حكيت لك يا أستاذ وراح كي لك يا أستاذ هاليومين تعرفها يلا بس إن شاء الله فيها الفائدة يعني أنا بإذن الله ما بفاجئكم بإشعاط النهائية إن شاء الله كله في خير بإذن الله إن شاء الله بدنا على خير فبنختم على خير والمفاجأة على خير ما في إن شاء الله ما في إلا الخير بإذن الله بإذن الله يعني أستاذ دائما يعني الله من وراء القصد في أعمالنا حتى شوفوا أستاذ سفي بعض الناس بفكر إنه لما نقول العمل لوجه الله معناها إحنا ما بنستفيد لا أستاذ إحنا منستفيد حتى لما يكون العمل لوجه الله في فائدة ليش نحكي لا يعني لما أنا بنزل على اليوتيوب ما يتبع حد يقول يا أستاذ والله إنت ما إن شاء الله أنا بتنزل على اليوتيوب أجر وكاد نعم أنا وأنا بشتغل حتى في المدرسة اللي باخد منها راتب والحمد لله راتبي الحمد لله بفضل من الله راتب جيد حتى هذا الراتب لما باخده باخده بين قوسين وأنا ناوي إنه يكون في إخلاص في العمل فعشان هيك لما باخد هذا الراتب بكون متطمن وضمير مرتاح إنه إن شاء الله حلال و الله يحب بارك لي فيه تمام فحتى لو جيت أنا وقلت لأنا بدي أنزل للطلاب على اليوتيوب مجانا هل تعتقدوا أستاذ إنه أنا ممكن ما أستفيد لا في جانب شهرة في اليوتيوب نفسه في أكثر من جانب قد يكون في فائدة فأستاذ هذا لا يلغي فكرة أن الله من وراء القصد رب العالمين علمنا كل عمل تقوم فيه يكون فيه نية الله سبحانه وتعالى تخيل حتى أقول لك الرجل لما يروح يكسب ويجيب أكله شرب طعام يشتري لأهل بيته لأولاده ولزوجته إن الرجل لا يضع اللقمة فيه فيه زوجته في أهلي فيه أهلي يعني في فم زوجته وأولاده يعني بطعميهم لما يروح يجيبها الأكل ويطعميهم فيها صدقة كلمة صدقة مش معناها أنهم هم شحدين لا صدقة يعني إليك فيها أجر تمام فإذا نستاذي نحن إن شاء الله لما منشرح شرح يعني مفصل ونوصل معلومة ويكون فيه مقصد اللي هو الله سبحانه وتعالى وفيهنية العمل المخلص إحنا هنا سبحانه بيكون إن شاء الله ربنا هو اللي بيجازينا وزائد ممكن يكون فيه فوائد أخرى جانبية فلا ننكر إنه الفائدة موجودة للجميع لكن فائدة بما يرضي الله وليس استغلال مش بيع أوهام وكلام ما بصير تكون الفائدة كذب يعني واحد يدعي إنه أنا من موقعي في موقع معين أنا سويت وعملت فيبدأ يوهم الطلاب بإنه لأنه في موقع معين معناها صار عنده قدرات خاصة وممكن الأسئلة يكون إلو علاقة فيها الأستاذ امتحنات الوزارة أمر تخيلوا من كثر ما هو دقيق وفيه يعني في شغله فيه مهنية عالية لما يكون إلك تخيل قريب في على مقاعد الدراسة التانوية ممنوع واضع الأسئلة يحطها يعني هم بيكونوا عارفين إنه من خلال استبياء المعاين أو من خلال معرفتهم بالشخص اللي بدي يضع الامتحان إذ قريب إله ما بيضعه طبعا وهو ليس مدرس في الميدان هم عارفين لو مدرس في الميدان معناها الأسئلة رح تصير بين أيدين طلابه هل تتوقعوا الساد يعملوا زي هيك يا رساد خلينا نكون فهمين هاي وزارة التربية وتعليم هاي مش عدم مؤاخر يعني واحد زهجان فاتح لدكانية تسلة لا أبس هاي وزارة فيها مناصب وفيها ناس خبراء صارهم عشرين خمسة وعشرين ثلاثين ثلاثين سنة في التعليم وأكثر من هيك يعرفون إيش خفايا عملية النصب على الطلاب لما ييجي أستاذ ويدعي إنه إحنا في الموضوع أستاذي لا يعني إنك وضع اسمك زورا وبهتانا في على غلاف كتاب هذا معناها إنه إنت أصبحت مؤهل أحسن من غيرك لا الكل بيعرف شو ملابسات هذا الحكي وانكشفت الأمور وإذا الأمور مشت فهي عشان بس ما يصرش في فضايح زيادة عن اللزوم تعرفوا إحنا يعني هذا الكتاب كتاب صادر عن وزار تربية التعليم فأي خلل بده يعترف فيه بده يكون هذا معناته يعني فيه إيش يعني معناها فيه خلل كبير فعشان هي كسات لملة متى القصة طلاب الغليم ما احترامي أنا لكم أستاذي لا تترك نفسك فريسة الأكاذيب والخدع خلاص لازم تكون أنت مستنير ومخك مفتح تمام بتعرفوا مرات يعني إحنا عنا في الأردن هنا أشهر أشهر الأماكن ليست هي الأفضل صح يعني مطعم مشهور جدا جدا والناس يعني شو بدي أقول لك من بره الأردن تعرفه لكن يعني انت بتستنضف شتاكل فيه هل هذا يعني شهرته هل تعني أنه الأفضل لا فيه أمور فيه يعني لعبة بعض الأمور لصالح شهرة هذا لكن هو ليس الأفضل اللي بده ينتقي اللي بده يستنضف بروح مكان آخر عشان ياخد لقم نظيفة و مكان نظيف فأستاذي كون مثل هذا الإنسان اللي بستنضف ما بتروح تدور على فقط من الكاذيب تخدع هه هذا يا أستاذ يعني مصيرك ولا تنخدع بالتعليقات اللي بتشوفها مرات إيجابية على بعض الحسابات فيه ناس قاعدة بتشطب السلبي بكون في قدهم سلبي هه هو يعني ما شاء الله هذه عالم السوشال ميديا عالم يعني مليء بالأكاذيب هلا واحد بيقولي طب أنت بتنزل السوشال ميديا نعم وأنا بتحدى ساباتي إذا فيها أي مشكلة أو أي لا سمح الله محاولات مراوغة أو خداع أو أغم فضل من الله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله طبعا هذا فضل من ربي بالأساس هو فضل ربي أنا جهدي لا يساوي أمام فضل ربي شيئا أبدا فضل من الله سبحانه وتعالى فقط مش أكثر فلأن الله سبحانه وتعالى فضل علي أنا أحفظ النعمة بإني ما أمس الطالب بأي خداع لي حتى تدوم هذه النعمة وأنا بفضل من الله سبحانه وتعالى في هذه المهنة من سبعة وعشرين سنة هاي سنة ثمانية وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين سنة وطلع من يعني من من تحت أيدينا شخصيات مرموقة على مستوى العالم مستوى مش يعني على مستوى الأردن أنا بفضل من الله يعني الشخصيات اللي خرجت يعني أو خرجتها بنفسي ويعني كان لأثر حتى فيها شخصيات وصلت إلى مراتب على مستوى العالم نعم على مستوى العالم ومش ما في مجال ما في داعي للتفاخر هون لكن اللي بحب يعرف وسترسل معي فيه رقم آدمين وفيه رقمي أنا موجود بقدر أقول لك مين طلابي إلي في مواقعهم بيقولوا عشقنا اللغة العربية وأتقناها من أستاذ اللغة العربية ليه لأني أستاذ أنا أعشق هذه اللغة هي ليست تجارة عندي ما بنكر إني أنا بستفيد ماديا والحمد لله لكن بالأساس أنا بحب اللغة العربية وبحب إن الطالب يحبها ويعشقها مش بس موضوع يعني فقط من أجل إني أكسب طالب أو أرغب في إشراء بطاقة أو يعني أعمل حالي أرغوز عشان طالب يقول عني نغش لا سؤال إحنا نعم اللي خفت الدم جميلة وحلوة وبالعكس إحنا وطلابنا الحمد لله يعني بنعتبرهم يعني قريبين جدا لدرجة إننا منتقبلهم ويتقبلوا منه واللي بيعرفني في الصف بيعرف شو بكون مع طلابي وكيف بكون مع طلابي ولولا إنني من وراء الكاميرا لكان الأجواء أكيد بتكون أجمل وأجمل وأجمل وحتى الآن هي جميلة جدا أنا لما أبقف أشرح يعني أنا اليوم لأول مرة أخذ هذا الوقت للحديث خارج الحصة لأني بحب تكون الحصة حصة عشان هيك بدي أرجع على الشرح عشان قبل ما أنسى حالي وقضلني أسؤولي في كتير يعطيكم العافية يلا السعادة إذا كان في عندي ما وبعدها جملة فعلية أو اسمية والما تنفي تنفي يعني بتقول إنه هذا الأمر ما صرش عرفتش عن تنفي نفى الخبر يعني رفض وقوعه مثلا ما خاب من استشار أيوة يعني لا يخيب طلع شو معناها لا لا يخيب من يستشير مفهوم الما هون بمعنى لا لا يخيب وما ضل من استخار لا يضل وما محمد إلا رسول محمد ما محمد إلا رسول الما هون بمعنى تنفي أن محمد إلا رسول تنفي أن يكون محمد إلا رسول ماشي إذن هون تنفي أن يخيب من يستشير تنفي تنفي الخيب عن من يستشير وهون تنفي أن يضل من يستخير وهذه تنفي أن يكون محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول تمام يعني محمد ما هو إلا رسول شو يعني يعني نفي أن يكون محمد إلا رسول رفض رفض اعتبار محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وهذه رفض فكرة أن يخيب من يستشير فالنافية هذه اسمها نافية ما هون شو اسمها؟ نافية تنفي مضمون الجملة أي رفض ما يأتي في الجملة رفض الخبر الموجود في الجملة رفض مضمون الجملة في واحدة ثانية بتشبهها بمعنى ليس هي بتكون وتعمل عملها شو عمل ليس طيب أذكروني بالله قبل ما أحكي عمل ليس هو عمل كان وأخواتها مش هيك؟ يعني رح تكون بدها اسم مرفوع زاد خبر منصوب هذه الماء اسمها عاملة عمل ليسها اسمها حتى هيك نوعها عاملة عمل ليسها مثال ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم شو معنى هاي الماء؟ معنىها ليسة ليس هذا بشرا والهذا هون هي في محرفع اسم ليسة وبشرا خبر عفوا في محرفع اسم ما التي تعمل عمل ليسة شو؟ تعمل عمل ليسة تعمل عمل ليسة فبشرا خبر ما العاملة عمل ليسة وهذا الخبر ما له كي خبر ما شو بيكون؟ منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة لاحظتوا كيف؟ تشتغل كأنها ليسة بتأخذ ما بتأخذ عفوا اسم مرفوع الخبر المنصوب الماء في محرفع اسم ليسة وبشرا خبر ما العامل عمل ليسة طبعا احنا نأخذ قاعدين في الدرس بناء على معلومات الكتاب هذا في اللغة العربية له تفاصيل أكثر من هيك لكن انتو كطلاب مرحلة ثانوية توجيه المعلومة الموضوعة في الكتاب هي ما هي ما هو أمامنا تمام؟ اذا هنا احنا استعرضنا ست أنواع لما وكلها حروف عشان هيك لاحظوا هي نفسها ما أعربناها ملاحظين؟ ما أعربناها بس كلنا نوعها حكينا نوع ما كذا بس ليه؟ لأنه هذه المالة ما تكون حرف إعرابها نوعها بس إعرابها نوعها فقط ماشي؟ إعرابها هو نوعها فقط نروح لمن هسا؟ نروح لما لما تكون اسم كم نوع عندي المال لما تكون اسم؟ خمسة يعني بطلعوا كلهم المطلوبات معنا 11 نوع أساس يقول أه وردي 11 نوع لما طبعا عطناك مفاتيح للحل يا عم والله يا سعدك عطناك مفاتيح للحل ظلكش تعيط خلص ظلكش كل ما نعطي معلومة سي تقول كثير وكيف تحفظ وكيف تظل متذكر لاخر السنة؟ مساء هذا كيف تظلك متذكر لاخر السنة؟ فيه له طريق يعني مش طريقتين جهدين جهد منك وجهد منه اللي منك بنقولك يا بعدين واللي منه برضو منه خبرك يا بعدين برضو ليش هسا؟ احنا وصلنا لمرحلة بعدين عشان نخاف ننسى لما نوصل لنهاية الفصل ونقول خلص ختمنا وسكرنا المادة وزبطنا التزبيطات النهائية بنقولك استاذي كيف بدكش تنسى؟ اعمل واحد اثنين ثلاث واحنا برضو كمان في معنى شغل رح نشتغله على مدار من هون لعند الامتحانات ان شاء الله لعند الامتحانات الوزارية حتى ما تنسى لانه فعلا المدة طويلة والمادة ما شاء الله فكيف يا استاذي بدناش ننسى؟ هنا جزء من المفاجأة بس تقولك يا استاذ بعدين مع كل مفاجأة بدكش تحكي شو هي؟ ولا؟ هليش تسمى مفاجأة استاذ؟ اكيد ما رح حكي شو هي واحد يطلب ما تطلبش على الفاضي غير لما ييجي موعد اعلان المفاجأة وهو قريب يومين ثلاث بس تكون ان شاء الله كل الامور واضحة تمام؟ يلا نشوف النوع الانواع الخمسة المتبقية لما الان المفتاح اذا كان عندي فيه ما وبعد الما فيه فعل وهذا الفعل له نتيجة الما نفسها بمعنى اذا شوف؟ الما بمعنى اذا في فعل ثم نتيجة ما تدخر من مال ينفعك اذا بتدخر ينفعك وهذه اصلا مرت معنا في ادوات الشرط اخذتوه في اسلوب الشرط هاي الما شو نوعها؟ اسم شرط حلو؟ طيب كيف نعربها؟ الساد اخذنا اعرابها بالتفصيل في وحدة ايش؟ المبتدأ والخبر اذا نسيت ارجع بالله عليك انا رح اعرف بعض الانواع رح اعرف بس ارجع لاعرابها في وحدة المبتدأ والخبر لانه مهم لانه ممكن انطلب منك اعرابها هون مثلا ما تدخر من مال ينفعك الماء بعدها فعل فاعل تدخر مستتر المفعول به موجود هسا الرأي اللي في الكتاب عندنا انه هون مش موجود لانه ما في عندي مفعول به منصوب ماذا تدخر؟ تدخر مثلا ذأ مالا كذا واحد يقول لي من مال هذه جاره مجرور يعني مش معتبرين هالمفعول به على هاي فيها آراء لكن انا ابدأ اقول لك الرأي تبع الكتاب على رأي الكتاب الماء هون بتكون بما انه في فعل وفاعل ونفيش مفعول به ناقص علينا مفعول به بتكون اسم شرط مبني في محل نصب مفعول به مقدم لانه احنا استاذ اذا كان الماء بعدها فعل شرط وفعل الشرط متعدي ومش ماخد مفعول به هي بدها تكون مفعول به ماشي ما تنفق في سبيل الله توجز به مين اللي بده يتحكم بالموضوع فعل الشرط تنفق فعل فاعله مستتر تقديره انت تنفق فعل متعدي لانه تنفق مثلا المال باخد مفعول به بس مش موجود المفعول به فمدي اضطر احكي عن الماء زي ما اعربناها اسم شرط مبني في محل ناصر مفعول به طيب لو افترضنا كان المفعول به الموجود يعني ما تنفق مالا في سبيل لا تجزبه بتكون الماء في محل رفع مبتدأ وهذا الحال اللي اجت معنا في وحدة المتدأ والخبر انه لما يكون ما تكون الجملة بعد ما مكتملة فعل وفاعل ومفعول به خلاص الجملة كاملة اذا بتكون الماء في محل رفع مبتدأ لكن ناقص عليه مفعول به بتكون الماء في محل ناصر مفعول به تمام هاي اول وحدة من الماء لما تكون اسم هاي نوعها اسم شرط واعرابها زي ما تعلمنا سابقا وهي طبقنا عليه الحالة هاي في عندي ما زي مثلا هذه ما عندكم ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باقن لاحظ هاي الماء بمعنى الشيء الذي عندكم ينفد صح ما عندكم ينفد ايش الذي اي شيء الذي عندكم ينفد هاي الماء اللي بمعنى الذي تسمى اسم موصول ايش تسمى اسم موصول هي بمعنى الذي وتعرف حسب موقعها يعني مثلا هون المال ينفد لو اعتبرنا ان ما عندكم هو المال المال ينفد المال مبتدأ فهنا الماء هذه اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ في الطلاب ممكن هس يقول لك يا أستاذ لما أخذنا درس المبتدأ والخبر ما حكينا أنه في مبتدأ ممكن يكون اسم موصول صح الكتاب ما ذكر هاي المعلومة هناك لكن في عندي اسم موصول ممكن يجي مبتدأ من أشكال مبتدأ اسم موصول لكن ما ذكرت المعلومة في شرح هذا الدرس يعني لعلهم قد سهوا ولكن هاينا نحكي عنها هون ما في مشكلة شوفوا هاي هاي مرقة معنا برضو المفروض تعرفوها ما زائد أفعل زائد اسم منصوب أو واحد من هدول الضمائر شوفوا بالله الجملة ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل ما أكثر أفعل الإخوان حين تعدهم ما أجملها ما أجملها ما أيها أجملها والها الضمير أول شيء هذه الما نوعها نكرة تام للتعجب اللي سمناها مات تعجبية هيك اسمها نكرة تام للتعجب تمام؟ وهي دائما في محل رفع مبتدأ يعني هاي مات تعجبية اسم وأخذناها في المبتدأ إنها من أشكال المبتدأ كلنا إعراضها اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ بلاحظين أستاذ هنا يعني في بعض المعلومات قاعد تتكرر معنا وهذا إيش كويس نيح شان الطالب يعني يقول بيعرف بيعرف شيء من مش والله كله جديد فيحس حاله ثقيل عليه المعلومات لا في عندي ما تيجي للسؤال وهي للسؤال عن غير العاقل أو صفة العاقل وهي هون بهذا النوع شو بيسموها اسم استفهام شو نوعها اسم استفهام اسم الاستفهام لما يكون ما نسأل فيه عن العاقل عن عفوا عن غير العاقل ولا يمكن ولا يمكن إني أترك هذه العادة وهي طف التليفون طيح نكتم خلصا يلا نكمل هنا إذن ما لما تسأل عن غير العاقل أو صفة العاقل كيف مثلا في قول يتعالى في سورة طه وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى يعني إيش هذا اللي بإيدك سؤال إيش هذا اللي بإيدك يا موسى فهذه الماء شو نوعها اسم استفهام طيب شو ممكن نعربها شوف علي هاي المال الاستفهامية ممكن نسأل فيها أو ممكن نكون إعرابها زي ما لك أخذناها بدرس المفعول دهي ما لك والتطفل على الآخرين كانت هون في محر رفع مبتدأ وسألنا عنها ما أنت وقضايا الأمة برضو في درس المفعول معه كانت في محل رفع خبر مقدم فهي فيها يعني بتحتمل الإعرابين حسب الجملة هون مثلا ما تلك بيمينك يا موسى الجواب العصى بيميني صح؟ العصى بيميني معناها كلمة العصى اللي هي جواب ما شو بكوا إعرابها مبتدأ فهاي الماء ممكن أقول إنها اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ ممكن ممكن العصى بيميني شكرا على المي ها ها جاي بدو يقول لي بدك إشي طب ما أنا موصي على كاسة مي من ساعة للربع جماعة ريقي نشف وأنا بستن في كاسة هالمي جاي لأ بدو يعملي قال يلا سلام طالع أنا بدك إشي آه بدي ماء شو إذا ما وصيته عكاسة الماء بكل برض عصاب جاي عفوا انسيت شو هات والله عظيم وبعدين بيقول لك ساب خليك أنت مركز بالحصى ما بدي ركز بالحصى بدي كاسة ماء قلت له قبل ما أبدأ بدي كاسة ماء هات هيا خلصنا نشي فريقي زمان بساعة وانا صلي بشرح ساعة ربعة نكمل طلعوا الواحد من أطواره يعرفنا انه عرابها شو في محرف عمو ابتدأ مش هيك وممكن واحد يأولها عننا خبر يعني اسمعوا أنا في الأمور هاي اللي مش مش محسومة ممكن أقول لك هيك وهيك لكن في الجمل اللي أخذناها بدرس المفعول به الأمور واضحة ما أنت الما في محل رفع خبر ما لك والتطفل مثلا وكذا في محل رفع مبتدأ واضحة طيب هنا بقول لك انها تسأل عن صفة عن غير العاقل لأنه هاي العصى ما تلك بيمينك العصى قال هي عصاية أتوكى عليها ماشي فهمنا انها بتسأل عن العصى كيف عن صفة العاقل يعني ممكن مثلا يقول لواحد ما أنت يقول لي طالب يعني صفته يعني شو طبيعته ومش اسمه ما بقول لواحد ما أنت يقول لي زيد ما بصير فهذه ممكن تكون هاي المقصود عن صفة العاقل تمام ما أنت طبيب صير فإذا سألنا عن شو عن صفة العاقل ماشي وعن غير العاقل ما هذا ما هذا قلم بس ما بقول ما هذا واحد يقول لي هذا زيد أو محمد أو علي ما بصير الماء لا يسأل بها عن العاقل مباشرة يسأل عن صفته ما هو طبيب ما أنت مهندس طالب اللي هو معلم إلى آخره في عندي أستاذ ذهبت إلى السوق لأشتري شيئا ما شيئا ما إيش هو شيء شوارو شيئا ما هذه طالعا كيف اسم نكرة ثم ما بمعنى شيء غير محدد راجع عليه شيئا ما الماراجع على شيئا هذه بسموها نكرة مبهمة وهي تعرب صفة لما قبلها معناها الماهون اسم مبني على السكون في محل اللي قبلها منصوب إذن في محل نصب نعت مثلا لأمر ما مثلا ذهب أخي إلى كذا لأمر ما شو لأمر هذا مش محدد الما هون شو بتكون اسم مبني على السكون في محل جر نعت صيفة نفسها صيفة ونعت نفس الشيء ماشي هاي خامس أنواع لأسماء شو بله إنما الحياة البرلمانية نوع من التطور الحضاري إنما شو الما كافة شك اتفقنا نوعها تكف تلغي عمل إنه صح فإيش نعرب الحياة خلاص كأنها مش موجودة إنما الحياة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة والبرلمانية نعت للحياة ونوع خبر مرفوع ناخدين الحياة البرلمانية نوع من التطور نوع خبر للحياة هذا التطبيق هل إدرسناه سأعمل الخير ما دمت حيا شو هاي مصدرية ظرفية زمانية لأنها بمعنى هاي ما دمت حيا بمعنى مدة حياتي شك اتفقنا ما ربح تاجر أقام تجارته على الغش والاستغلال ما ربح يعني لا يربح معناها الماشو هنا حرف نفي شك ما هذا مقبولا لتطوير الذات على السريع مكشوفة ما هذا مقبولا ما هذا بشرا يعني ليس هذا مقبولا شك والهذا في محر رفع اسم ما ومقبولا خبر ما العاملة عمل ليس وهو منصوب وهو خبر ما منصوب فهذا بده يكون منصوب زيه إذا النافية اسمها نافية عمل عمل ليس أو عامل عمل ليس ما هي العامل عمل ليس نافية مؤصل ليس نافية فلما يجي اشي عمل عمل عملها شو بيكون نافية التزم بالتعليمات كما التزم الناس كما التزم الناس يعني كأني بقول له التزم كالتزام الناس لاحظين كما التزم بمعنى التزام استطعنا وضع المصدر الصريح مكان المازائد الفعل شو بنسميها هاي مصدرية غير زمانية طب المصدر المؤول هذا وهو المصدر المؤول زي كان هو اسم صح نعم بدي يكون فيه هنا حرف جر فالمصدر المؤول هذا عفوا هذا حرف جر هاي هون حرف جر نفسه مهون حرف جر ما التزم هذا اسمه مصدر مؤول في محل شو جر بحرف الجر في محل جر بحرف الجر اللي هو الكاف تمام يعني المصدر المؤول كأنه اسم فسبقوا حرف جر فهو بيكون في محل جر بهذا الحرف قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله إذا بتفعلوا الخير يعلمه الله طيب إذا شو نوعها اسم شرط طيب اعرب لنا يا هايات حبيب اعرب لنا يا هايات شاطر اعربها تطلع فيه هنا تفعل تفعلوا في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل عندنا المفعول به تفعلوا تفعلوا مثلا خيرا موجود خيرا مفعول به فش إذا شو بيساوي هون اسم الشرط مبني في محل نصب مفعول به مقدم ليش لأنه الفعل متعد ونقص مفعول به هذه قياسا عليها أعربنا الماء في الأمثلة الأولى ماشي ستقوم المهندسة بما طلب منها يعني بالذي طلب منها ستقوم بالذي هاي الماء بمعنى الذي ستقوم بالذي طلب منها ماشي يك Harris فالماء اسم موصول لأنها بمعنى الذي الآن الماء هذه اسم موصول مسبوق بحرف جر مبني في محل جر بايه بحرف الجر يعني هو انجر بحرف الجر نفسه في محل جر بحرف الجر نفسه ما أجمل حديثة أمهاتنا وما أعظم شهداءنا ما أجمل حديثة ما أعظم شهداء ما زائد أفعل زائد اسم منصوب الما نكرة تام للتعجب ما فيش فيها جدال سريعة سريعة هاي والما هون في محل اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثابتة ثابتة ومرقت معنا كثير خلاص ما أسباب ضعف اللغة العربية وما الحلول لذلك هون أستاذ ما جاي اسم استفهام لأنه بسأل طيب لو جربت أجاوب لو قلت أسباب ضعف اللغة العربية إهمال الطلاب مثلا لها وما الحلول الحلول التركيز على كذا فلاحظوا هون أسباب ضعف اللغة العربية إهماله الطلاب أسباب مبتدة أنا جاوبت عليها وشوفت كيف الجواب بطلع فطلع هذا خبر الحلول مبتدة ما لها الحلول الحلول التركيز خبر إذن جواب السؤال إعرابه خبر معناها هون ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم إذن أستاذ أنت اعتمد على الجواب ممكن تعتمد على الجواب في ما بس ما أنت وما لك ثابته ونظر لا يعني ما تحاولوش تلعبوا فيها حشان ما تخربطش حالك ولا تدخل في متاهات لأمر ما تقدم الجندي نحو جهاز الاتصال لأمر ما يعني أمر مش محدد صح؟ أمر مش محدد أمر غير معروف فهي الماء هي نكرة مبهمة مش هيك سميناها نكرة مبهمة إعرابها بيكون نعت ونقول اسم مبني على السكون في محل اللي قبله مجرور فهو في محل جر نعت لأمر صفة نفس الشياء هذه معلومة أخذناها فوق تدخل ما زائد على إنه وأخواته تكفوا عن العمل نعرف الاسم واقع بعدها مبتدأ وخبرا إنما أوطاننا أرواحنا الماء كاف أوطان مبتدأ مرفوع خلاص ما هي مش التغى عملها أرواح خبر مرفوع أصلا أخذنا مثال زيها خبر مبتدأ مرفوع خبر مرفوع إنما المؤمنون إخوة مبتدأ مرفوع خبر مرفوع أستزيد هذول كلهم حطناهم داخل الشرح ترى الحرف لا محل له من الإعراب النافية تدخل على اسم وفعل الزائدة بعد إذا حكيناها الكافة بعد هذول والمصدرية حكينا عنها عندما هذا المال حرفية أقولتلك الجدول الأول ما حروف والجدول الثاني ما أسماء تحدث هاي الملحوظة بدنا هاي الملحوظة الوحيدة اللي بديك وتنتبه عليها تحدث ألف ما الاستفهامية إذا سبقت بحرف الجر مرات بتلاقي الساد مثلا عما يتساءلون يعني هاي بالأصل عن ما يتساءلون حرف جر ما هنا اسم استفهام وهو مبني في محل جر بإيش بحرف الجر نفسه لو سئلنا عن سبب حذف ألف ما لأنها سبقت بحرف الجر سبب حذف الألف سبب حذف ألف ما هاي السبب لأنها سبقت بحرف الجر أبين نوع ما في الجمل الآتية أبين نوع ما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة هاي خلاص هاي صارت مكشوفة شو ما لكو هاي إنما زائدة كافة أو بتقول كافة الثنتين لاحظوا إنه هي الكافة ما هي زائدة فزائدة كافة كافة بصير وعرفت فيما أنت فيه من الأذى ومن الصغارة والهواني هواني فيما أنت فيه يعني في الذي أنت فيه عرفت في الذي أنت فيه من الأذى فهذه الماهون اسم موصول بمعنى الذي أنت النعيم لقلبي والعذاب له فما أمرك في قلبي وأحلاكي ما أمرك ما أمرك ما أمر أفعله أمر عوز أفعله والكاف شو هاي الماء؟ تعجبية أمره لو فكيتها بتصير أمرارة ما أمرارة ما أفعله أمرارة ما أف عاله هيك بس طبعا هي ما بتنفك بس أنا بورجيكو كيف لو انفكت وهم الأبات فما تلينوا قناتهم ما تلين يعني لا تلينوا قناتهم تحت السيوف ولا الحمام العادي الماء بمعنى لا ما فيه أحبك ما وشوش الماء هاي ما ركت معناه وحكينا هناك تدل على الاستمرارية يعني طوال ما الماء يوشوش طوال ما يوشوش الماء طوال المدة طوال مدة الوشوشة يعني ما مصدرية ضرفية زمانية صح؟ طوال مدة الوشوشة ماشي هيك معناها واحتز غصن الحياة الرطيبة الاخرية ما أكرم أهل الأردن ما أفعله زي دسم منصوب تعجبية وهنا الماحة بتكون في محل رفع مبتدأ مش هي قلنا في محل رفع مبتدأ هاي ثابتة نظل نعيد فيها عشان ما تنسوا أستاذ يروى أن ابنة أبي الأسود الدؤلي قالت له يا أبتي ما أحسن السماء قال أي بنية نجومها هو فهم منها أنها بتسأل فإذا ما أحسن السماء الماهون استفهامية شان هيك شو قالها نجومها قالت إني لم أرد أي شيء منها أحسن يعني أنا ما كنت أسأل إنما تعجبت بتقوله أنا بتعجب من حسنها قال إذا قولي ما أحسن السماء بتعرفوا أن هاي الجملة هذا الموقف هو سبب علم النحو ونشوءه هو ما أحسن السماء ما أفعل زاد اسم منصوب إذن هاي شو تعجبية تمام كانت تريد أن تتعجب فأظن أبوها أنها تستفهم طيب حطينا شو أنواعهم أذكر نوع ما لتتخطف الأمثلة معللا إجابتي من خطة رسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي نفسه محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب يعني لا يوجد لا يوجد هيك معناها وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة لا يوجد إذن الما هون نفي الما نافيه أنا لست خائفا على اللغة العربية إنما على أهل العربية الما هون شو زائد كاف صح؟ متصل بإنا فالقرآن الكريم حافظها وإحجام الناس والمجتمعات عن لغتهم العربية هو إحجام عن هويتهم وما يحدث هو جزء من الصدى الذي يحارب اللغة وما يحدث يعني الذي يحدث هذه الجملة للدكتور خالد الكراكي طوال الله في عمره هذا الرجل من أعلام اللغة العربية في الأردن وفي الوطن العربي وندعو له بأن يمكنه الله من الدفاع عن اللغة العربية ويعني في موقع هام من المواقع التي تدافع عن اللغة العربية ما أجمل أن ترى الفلاحات الممشوقات الهيفوات النشيطات راجعات من الحقول ما أجمل تعجبية صح؟ ما زائد أفعله هتقول لي وين الاسم منصوب أن ترى ما أجمل رؤيته هاي مصدر مؤول هو المحل الاسم المنصوب يعني لو كانت هيك تكون ما أجمل رؤيته وقد حملنا على رؤوسهن ما جمعنه يعني حملنا الذي جمعنه حملنا الشيء الذي جمعنه إذن ما اسم موصول هون في عندي إن المجتمع المنشود لن يكون إلا بقدر ما نريده لنتساءل الآن ما هو السبيل لمجتمع والمجتمع العلمي المنتج المتطور هنا الما هذي اسم استفهام هيها لكن ما نريده اسم موصول بمعنى الذي هاي مش مكتوبة في الحل ضيفوها عندكم وأوجب الإسلام احترام المواثيق والعهود والالتزام بما نصت عليه يعني بالذي بالذي نصت عليه إذن اسم موصول الله ربي بس جابوا لي التليفون الثاني حطوه أنا كاتم هذا أكرمي الثاني الله يلا أعرب المال واردة في الجمع الآثية ما كذبت قط ما حرف نفي لم يعني ما كذبت لم أكذب ما هيك معناها حرف نفي مبني على السكون لم أحل نعراب شوف كيف الحرف هيك عرابه الحرف يعراب بذكر نوعه ما أروع الإخلاصة في العمل هاي واضحة جدا هذا ايش تعجبية تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ صح هاي واضحة لا عليكم صح ما نتيجة الامتحان الذي قدمته هاي كأني بقول نتيجة الامتحان جيدة فجاي محل الخبر صح اسم استفهام مبنى السكون في محل رفع خبر مقدم حسب الجواب حطينا جواب وأعربنا فطلع خبر إنما الحياة مواقف أو مواقف عفوا الماء زائدة كافة والحياة مبتدأ ومواقف خبر مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع ما يخلص التغت ماء فصار مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع مش اكتفقنا نعم هيك أستاذ يعني بنكون إن شاء الله عملنا بالنسبة لدرس ماء عملنا له إحاطة كاملة شرح توضيحات مفاتيح حل بدي منكم تدرسوه وبالهداوي ادرسوا مال حرفية لحال والاسمية لحال مش مضطر أنت تحضر فيديو كامل مرة واحدة إحنا نزلنا كامل لأنه مدته يعني أقل من ساعة لكن أنت ممكن تقسمه على قسمين والتمرين براحتك وأنا بعدكم بتمرين إضافية عليه فيه للمفعول معه تمرين إضافية لهذا الدرس حتى تتمكنوا أكثر لكن خلي هدول الإضافيات مع أفاجأة يالله يعطيكم العافية ودعائي لكم دائما بالتوفيق والتفوق محبوكم ودعي لكم بالخير معلم اللغة العربية أحمد الزبيدي أطلقائي أطلقائي